دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار معنا دلوقتي على التليفون دكتور هشام أهلاً وسهلاً بحضرتك ورمضان كريم ما سيخي يا أستاذ أعيّة حياة الحياة كبير سيدة مشاهدين لو إحنا بنتكلم على يعني في بداية الأمر يعني إيه ريادة أعمال؟ مفهوم ريادة الأعمال وأهميته بالنسبة للشباب تحديدة؟ هو بداية ريادة الأعمال هو بتعني أو بنعني بيها المشروعات اللي بتبدأ في الإنشاء والحياة هذه المشروعات اللي بدايتها بتحتاج قدر عالي من المساعدة لأنه حجم المخاطر بيكون كبيراً بفعل أنه درجة الخبرة ما بتبعش متوفرة لسه قد يكون ما فيه دراسات مستفيدة تعملت لي لسوء العملية الانتجية كباعد فاني أو إداري وبالتالي معامل المخاطر بيكون متفعة وبالتالي نسب التعصد في هذه المشروعات بيكون متفعة وعشان كده إحنا الحياة فكرة جيازة العمال إن إحنا الحياة مهم إن إحنا نوفر لها أكبر قدر من الدعم والمساعدة ونوفر بيئة صالحة علشان هذه المشروعات تنجح لأن هذه المشروعات إذا ما نجحت بتعطي مزيد من الصفحة فيه مناخل الصمار بتوفر فلس عمل بتطلع إنتاج شغل عمالة بتولد دخول فالحياة كل ده إحنا بنحتاجه بالشدة لأنه كمان مخرجات هذه المشروعات من سلعة مختلفة بتدخل للأسواق فبتضغط الأسواق أو قد يكون هذه المشروعات بدت في النمو والكبر وقد يكون جزء من إنتاجها بيوجه للتصدير فبيوفى النقل علينا بالحياة حجم المزايا والمنافع كبيرة وبالتالي الحكومة بتعمل كثيرا على نجاح هذا العمل أعظم في الاعتباد أنه إذا ما نجح هذه المشروعات ده معناه أنه إحنا بنضيف جيل تاني وثالث ورابع من مجتمعات العمال اللي إحنا الحياة محتاجينها بشكل وإحنا الحياة محتاجين كل فترة زمانية يكون لدينا دم جديد من رجال الأعمال يكون لدينا والحياة جدء في الدخول للمشروعات جديدة خاصة إذا كانت هذه المشروعات غير مصبوطة بالتالي هي موضوع يستحق بالفعل أن الحكومة تعطي مزيد من الكلام يعني نقدر نقول أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة هي شكل من أشكال ريادة الأعمال هي صحيح لكن المشروعات صغيرة والمتوسطية الزمانية كشوتي هي نطقها بيكون محدود سواء كان بحجم الأعمال أو بحجم الرسمال أو بعض الأعمال لكن ريادة الأعمال قد يكون أفكار جديدة يعني المشروعات الصغيرة المتوسطة ممكن أنها الحقيقة تقوم على مشروعات تقليدية في لها مشروعات نسيلة كثيرة لكن ريادة الأعمال عادة بتبدأ في مجالات عادة بيكون غير منتشرة بشكل كبير وعشان كده بيبقى معامل المقابلة فيها بيكون متفاة طيب لو إحنا بنتكلم في أن مصر قدرت إزاي أن هي تمشي في الملف ده بخطوات متسرعة جدا يعني ريادة الأعمال ومن خلال برضو المشروعات الصغيرة المتوسطة بشكل عام كمان هيفرق ده إزاي في الدخل القوم الحقيقة الحكومة المصرية مهتمة كثيراً بهذا الأمر والحقيقة هذا ليس وليد اللحظة لكن ده يمكن نفيد على مضادة جيل سنوات المعدودة الماضية وبحكم نجاح التجربة المصرية الحقيقة مصر بتحتضن آلية ريادة الأعمال داخل القائرة الشقيقية ويمكن الحقيقة ده كان تقديل لمصر على المجهود البوزل والنجاح وقدر النجاح لها تحقق في هذا المجال فبالتأكيد ريادة الأعمال من بين المجالات الحكومة بتعتمد بها وبتوفى الله الحقيقة آليات وأدوات كثيرة علشان تنجح سي كان ما يتعلق بقدر تمويل بينساب أو بيتضافق على هذه المشروعات أو بنتكلم على مؤسسات تديبية الحقيقة بتتكلم كثيراً بهذه النوعية من مؤسسات الأعمال بتوفر لها احتياجاتها من البرامج التديبية سي كان العبناء وتخصصية حتى الإدارية بنتكلم على فرص للتسويق الحقيقة بتفتح الحكومة لهذه المشروعات ومخلقاتها وبالتالي نقول أنه هو المنحج منحج متكامل في التعامل مع هذه النوعية من المشروعات طيب تغيير نمط الصورة الذهنية اللي متاخدة عن مثلاً ريادة الأعمال أو فكرة المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أن مثلاً ممكن يكون اللي عايز يعمل المشروعات دي ممكن ما يكونش على قدر عالي من الشهادات العلمية أو الأكاديمية فبالتالي ممكن ما فيش مثلاً إتاحة وظيفية تخصصية في بعض الأحيان إزاي نقدر أن نغير الصورة الذهنية دي بأن أي حد ممكن بأي تخصص بأي درجة علمية يقدر أن هو يبدأ في المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ لا، قد يكون قصد كبير الخريجين يستطيعون أن يتحملوا مع بعض المشروعات صغيرة لكن ما يتعلق بريادة الأعمال بالتأكيد بتحتاج لخبرات أعلى وغدر أحد وإحنا الآن محتاجين كلها لعملين معا محتاجين المشروعات صغيرة متوسطة ساكن في شكلها التقليدي ساكن المشروعات الحجافية وحتى المشروعات اللي بتقوم على فكرة إنها تبقى صناعات مغزية لصناعات كبيرة اللي بتقدم مدخلات الصناع لمشروعات كبيرة أو حتى المشروعات اللي بتنتج من ديهادة الأعمال لأنه كما عشانا قد يكون الجزء الأول من هذه المشروعات الجديدة وإحنا الآن محتاجين المشروعات الجديدة والإحنا يمكن فيه مؤتمدات بتختار نهاز العام بتوقع كل فاسة زمنية علشان يتم معرفة وتقليم كل الأفقار الجديدة إحنا الآن نشوف الشباب الآن خارجين من الجامعة كليات حندسة وجدها نشوف بيقدموا أفقار جيدة للغاية قد تكون الكتبة بسيطة لكن الحياة بتجيد قرارات اقتصادية حامة للغاية في مصر فكما يتعلق بقى بقطاع المواد المائية والغاية ما يتعلق بقى بقطاع الطاقة بشكل عام بقطاع القهرابة نشوف الحياة أفقار مهمة والحياة يعني نشوف أيضا أنه مش بس مغايد أفقار لكن نشوف الحياة مستندة حكومة ونشوف الحياة والاستثمار أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور على هذه المتخلة